المجلس الأعلى حيث أشهد المجلس بهذه الخطوات التي تساهم في توفير الصحة لجميع المواطنين والمقيمين في توفير الرعاية الصحية المتميزة التي تشهدها المملكة وبشهادة دولية واسعة جاء ذلك خلال رئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لاجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الأعضاء كما أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للرعاية السامية التي يحظى بها القطاعين الشبابي والرياضي من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه التي ساهمت بارتقاء القطاعين وأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة حريص على تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى بمواصلة تقديم سبل الدعم لتحقيق الإنجازات لمملكتنا الغالية في شتى المحافل الداخلية والخارجية وخلال الاجتماع استذكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مناقب المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن راشد الخليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة طيب الله تراه وأسهاماته البارزة على المستوى الخليجي والعربي والأقليمي والقاري خاصة في الارتقاء بالمؤسسات الرياضية والشبابية بالمملكة عبر تقلده العديد من المناصب القيادية العليا في تلك المؤسسات التي تركت بصمة واضحة تشهدها حاليا الزهار وتطور في منظومتها الإدارية والفنية بفضل الدور الأساسي والمؤثر الذي لعبه في الارتقاء بعملها بالإضافة إلى دوره الأساسي في وضع اللبنات للحركة الشبابية والرياضية في البحرين ورسم السراتيجية تطويرها في العطاء الشبابي والرياضية ووجه سموه بدراسة آلية تخليد ذكرى المخفور له بإذن الله الشيخ عيس بن راشد الخليفة طيب الله ترى كما صادق المجلس على محظر الاجتماع السابق الذي أوضح بنوده مع علي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الأمين العام للمجلس بعدها استعرضت لجنة التنفيذ والتنسيق والمتابعة برئاسة سمو الشيخ بيصل بن راشد الخليفة تقريرا أوضح أهم ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بهدف تطوير قطاع الشباب والرياضة ومنها استكمال التزديد المدفوعات الدفعة الرابعة لمستحقات الرياضيين إضافة إلى ذلك أوضح التقرير المرئي الذي عرضته لجنة برامج تكامل لدراسة مجالات تخفيف الزواجية ضمن نطاق العمل والذي عزز التعاون بين وزارة شؤون الشباب والرياضة مع مختلف الجهات الحكومية ووجه اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عقد اجتماعا لوزير التربية والتعليم سعادة دكتور ماجد النعيمي مع الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة السيد عبد الرحمن عسكر وعضو المجلس طلال فؤاد كانو لدراسة تفعيل دور المدارس في نهضة الحركة الرياضية المحرينية وإدراجها ضمن خطة المجلس الاستراتيجية لدورته الحالية من جهة ثانية وفق المجلس على السمرار دعم مدينة الشباب 2030 التي تسهم في صناعة قيادة شبابية متميزة باعتبار الشباب القاعدة المتينة والدافع لعجلة التنمية في المملكة بالتعاون مع تمكين الشريك الاستراتيجي كما تطرق المجلس إلى إطلاق جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتمكين الشباب وتم تكنيف المجلس بإجراء دراسة شاملة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة كما اطلع المجلس على مقترح سعادة سيد زهير كازروني حول تدريب الشباب البحريني لتولي المناصب الإدارية في الأندية وأعداد منصة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة وتمكين اشتركوا في القناة